الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 أتعلم بالأسطوانة 6 لتعويض حاقن الوقود بحد أقصى ماذا يعني ذلك؟ هذا هو رمز عام لمشاكل تشخيص القوة المحركة DTC وينطبق عادة على جميع مركبات البنزين OBD2 قد يشمل ذلك على سبيل المثال للحصر المركبات من فورد وماسدا وجي أم سي وشفرولي وبي أم دابليو وما إلى ذلك على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح الدقيقة وفقا للسنة والطراز والتكوين ومجموعة نقل الحركة كلما رأيت تعلمان في وصف الكود مثل هذا الوصف فإنه يشير إلى عملية التعلم أو تكييف نظام ECM عوامل التحكم في المحرك مع عوامل متغيرة باستمرار للتواصل يتعلم جسم الإنسان أن يعرج بعد إصابة القدم للتكيف مع الوضع الحالي هذا مشابه جيدا لعملية التعلم عندما يتعلق الأمر ECM وحدة التحكم في المحرك والمحرك في حالة هذا الرمز فإنه يشير إلى أسطوانة حاقن الوقود هاش ستة لتعويض معلمات التعلم مع تآكل أجزاء المحرك وتغير التقسي وتغيير احتياجات السائق من بين عدد لا يحصى من المتغيرات الأخرى يجب أن يتكيف ناتج حاقن الوقود مع هذه لديها نطاق معين يمكنها العمل فيه للتكيف مع احتياجاتك واحتياجات سيارتك ولكن إذا قيل ذلك إذا تجاوزت احتياجات محركك قابلية التعلم عن طريق الحقن فإن ECM وحدة التحكم في المحرك ستقوم بتفعيل هذا الرمز لإعلامك أنه لا يمكن يعد التكيف مع الوضع الحالي عندما يراقب ECM قيم تعلم حاقنات الوقود تتجاوز معلمات التشغيل العادية فإنه ينشط P02D7 في معظم الأوقات يتم تعيين هذا الرمز لأن شيئا ما تسبب في أن يضطر الحاقن إلى استنفاذ قابليته للتكيف هذا يعني عادة أن هناك عامل آخر يسبب ذلك لسبب أو لآخر يحاول ECM تعديل خليط الوقود وفقا لإحتياجات السائق ولكن هناك شيء ما يجعله يتكيف مع الحد الأقصى يتم تعيين التعلم الأوفست عن طريق الحقن بالأسطوانة P02D7 سيلندر 6 في الحد الأقصى للرمز عندما يراقب ECM حاقنا الوقود للأسطوانة رقم 6 وهو يتكيف مع الحد الأقصى مقطع عرضي لحاق وقود محرك البنزين نموذجي ما مدى خطورة هذا DTC أي شيء يتسبب في تكيف الحاقن خارج حدود تشغيله هو بالتأكيد سبب لبعض القلق تم تعيين الخطورة إلى متوسط مرتفع تذكر أن مخاليط الوقود تتكيف مع الكثير من المتغيرات ولكن أحد هذه الأجزاء هو أجزاء محرك داخلية مهترئة لذا فإن التشخيص الذي يتم إجراؤه لهذا الخطأ يجب أن يتم من قبل محترف ما هي بعض إعراض الكود قد تتضمن أعراض رمز مشكلة P02D7 مايلي تقليل الاقتصاد في استهلاك الوقود سوء أداء المحرك تدهور أداء المحرك الكلي رائحة الوقود CEL فحص ضوء المحرك أداء المحرك بشكل غير طبيعي دخان العادم المفرط عند التحميل استجابة مخفضة للخانق ما هي بعض الأسباب الشائعة للرمز قد تتضمن أسباب هذا الرمز التشخيصي لحقن الوقود P02D7 مايلي تسرب الفراغ مرشح الهواء المسدود أنبوب السحب المتصدع حشية الرأس مشكلة معيبة في إدارة المحتوى الخارجي استوانا 6 حاقن الوقود معطل حلقات المكبس المتصدع المتشعب السحب المتسرب PCV AGR جوانات ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها P02D7 الخطوة الأولى في عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها لأي عطل هي البحث في نشرات الخدمات الفنية عن المشكلات المعروفة في السيارة المحددة تصبح خطوات التشخيص المتقدمة محددة للغاية للسيارة وقد تتطلب المعدات والمعرفة المتقدمة المناسبة لأداء العمل بدقة قم بتضمين الخطوات الأساسية أدناه ولكننا نشير إلى دليل إصلاح خاص بسنة السيارة الصنع أدراز مجموعة نقل الحركة للحصول على خطوات محددة لسيارتك الخطوة الأساسية رقم واحد أثناء تشغيل المحرك كنت أستمع إلى أي علامات واضحة على وجود تسرب فراغ في بعض الأحيان يمكن أن ينتج عن ذلك ضجيج صفير الحمل مما يسهل تحديده قد يكون من المفيد التحقق من فراغ السحب باستخدام مقياس مناسب سجل أي قراءات وقارن بالقيم المطلوبة الموجودة في دليل الخدمة الخاص بك أيضا من الجيد التحقق من فلتر الهواء قبل الانتقال إلى خطوة أخرى يمكن أن يتسبب الفلتر المسدود في ارتفاع قيمة فراغ السحب إلى أعلى لذا استبدلها حسب الضرورة عادة ما يبدو مرشح الهواء المسدود مغمورا بداخله ما الحظ يتسبب تسرب الفراغ في هواء غير قابل للقياس في المدخول مما يتسبب في خلطات وقود هواء غير منتظمة في المقابل قد يتسبب الحاقن في التكيف مع حدودها الخطوة الأساسية رقم اثنان يجعل موقع حاقنات الوقود من توصيلاتها وموصلاتها عرضة للتآكل وتسرب المياه يتم تركيبها في مكان حيث تتراكم المياه الحطام الأوساخ فحص بصري لهذا إذا كانت فوضوية فاستخدم مسدس أو فراغ يعمل بالهواء لإزالة جميع الركام لتفقد المنطقة بشكل صحيح ابحثا عن علامات تلف واضحة الخطوة الأساسية رقم ثلاثة اعتمادا على قيود قدرة أداة المسح يمكنك مراقبة حاقن الوقود مع تشغيل المحرك لمراقبة أي سلوك غير منتظم أو غير طبيعي إذا رأيت شيئا ثيرا للقلق اعتمادا على تكلفة الحاقن فيمكنك محاولة استبداله لرؤية لكنني لا أوصي بذلك الخطوة الأساسية رقم أربعة تقوم وحدة التحكم في المحرك بمراقبة معلمات التعلم عن طريق حاقن الوقود للأسطوانة لذلك من المهم للغاية أن تكون في وضع التشغيل ليس هذا فقط ولكن نظرا لتقلبه الكهربائي يجب عليك التأكد من تركيبه خاليا من أي رطوبة أو حطام في بعض الأحيان يتم تثبيت اي سي ام في منطقة غامضة تميل إلى تراكم المياه أو قد تكون في مكان ما بالقرب من قهوة الصباح المسكوبة لذا تأكد من عدم وجود أي علامة على تسرب الرطوبة يجب معالجة أي علامة على ذلك من قبل محترف حيث يحتاج الوكيل إلى برمجة اي سي ام بشكل عام ناهيك عن أن الإجراءة التشخيصية لام اي سي ام طويل وممل لذا اترك هذا الإجراء لهم